السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزالة الحي السادس هل يشمل مخطط التطوير الحي السابع بمدينة نصر أيضا؟ قال اللواء إبراهيم عوض سكرتير عام محافظة القاهرة والمتحدث الرسمي إنه لا داعي للقلق وإصارة الزعر بين المواطنين بسبب ما يثار بشأن إزالة الحيين السادس والسابع بمدينة نصر وأضاف عوض اليوم الخميس أنه لم يتم البدء في أي إجراءات خاصة بالتنفيذ وكل ما يتم في الوقت الحالي هو عرض الفكرة على المواطنين من سكان المنطقة والاستماع لأرائهم وأكد متحدث محافظة القاهرة لسه ما بدأناش في أي حاجة وما جاش أي توجيه نعمل إيه أو المخطط الكامل إيه اللي هيتم تنفيذه في المنطقة وما هي حدود المناطق المستهدفة من التطوير وبشأن دخول الحي السابع في مخطط التطوير إضافة إلى الحي السادس قال مش عارفين تفاصيل المخطط إيه لسه وما فيش أي اجتماعات تمت مع الجهة المنفذة والحي السابع ده تابع شرق مدينة نصر وليس غربها كالحي السادس ومش عارفين هل هو حي سادس فقط أو سادس وسابع ترجمة نانسي قنقر